في ممثل مصري اسمه عمر يسري جابوا الناس بتعسيسي في أمريكا عشان يشارك في الوقفة تعاون مع الكنيسة والصفارة المصرية هناك عشان يشارك في الوقفة اللي نظمتها وزارة الهجرة ضد أسيوبيا لو تفتكروا يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر جاي من مصر مخصوص يا جماعة واللي طلبنا منهم اللي هما يجوا ما كتبوش حتى حاجة على الصفحة الرجل ده جي مخصوص والله شكر خاص لي وأتمنى من كل الصحافة في مصر تشكر الرجل ده لان الرجل ده جي مشوار كبير والله علشان طبعا انا جيت مخصوص من مصر علشان أشارك الحدث الجميل ده وآآ قادي المصريين اللي موجودين برا قادي الناس اللي بتحب بلدها حتى لو كانت عايشة برا فبلدها بدمها بلدها فوق كل شيء رغم كل الصعاب اللي احنا شفناه ومع ذلك نزلوا في الويك اند بتاعهم والكورونا مالية الدنيا علشان يعملوا الوقفة دي علشان احنا كمان لازم نقف يعني انا ما مطلبش بمليونية لان احنا في كورونا زي ما نزلنا للسيد الرئيس السيسي وطلبناه وقلنا له يلا احنا اخترناك احنا دلوقتي في وقت كورونا كان زماني قلتلكو يلا بينا ننزل ونقف علشان نبين لأسيوبيا احنا الدي ايه متماسكين واحنا لازم نعمل المليونية دي علشان نقولكو انتو مش هتكسرونا هترى ايه السبب في اللي احنا وصلنا له ده عمر عمر كان رايح يشارك في الوقفة نفسه يعمل مليونية قالك مصر مش هتبقى دلوقتي بقى هبة النيل واسيوبيا بتضحك علينا يا جماعة خدوا بالكم موضوع صد النهضة ده في خلال تلت شهور احنا لو ما خدماش موقف بكتير قوي شهر مصر مش هتلاقي هبة النيل يعني لو حنهزر حنقول حنوقع ندور على هبة ساعتها احنا حنشتري المية من اسيوبيا وممكن كمان ما يبعلناش المية الموضوع خطير جدا يا جماعة ارجو ان انتو تكونوا فهمتو الوضع ارجو ان انتو تكونوا على دراية شوية بالموقف اللي احنا بقينا فيه كل العالم انشغل بكرونا واسيوبيا عمالة تضحك علينا وعمالة طماطننا ومرة من 2014 لما ابتدوا يومنا السد وبعد كده عبال ما اكتشفنا ان هم ابتدوا السد كانوا بنوا نصه وبعدين ترابس المفاوضات وبعدين المفاوضات ما تكملش وبعدين عمالين يضحكوا علينا في الوقت هم عمالين يستمروا في بورنا السد ودخلت لنا حكاية الكورونا فابتدت الناس انشغل بالكورونا فابتدت هم يكملوا ما بطلوا ان هم يتواصلوا بطلوا ان هم يعودوا خلاص ده الفنان عمر يسري لما جابوه لامريكا عشان يشارك في الوقفة ضد اسيوبيا والوضع اللحظاتكم متنبعينه قاعد يغني حبيبتي يا مصر وكده هكمل استبزتني رسالة من حد طيب او بيقولي السفرات تدفع فلوس للناس والدوق المختلفة لحد انتهاء الازمة يا ابني ما احترام الحق انا اسف يعني انا اسف بجد بقولك الدوق العرض انه هترجع الناس مش عايزينهم لما يكيشوا السفرات ايه اللي تدفع فلوس للناس دي حكومة زي الحداية لا يمكن تحد في كاتاكيت السفرات تدفع فلوس للناس طيب اوي يا خان سفرات ميه اللي تدفع فلوس للناس عمر يسري ده خلينا في عمر يسري جابوه قاعد يغني يا حبيبتي يا مصر ويشارك في الوقفة اللي عملها السفارة وجاي من مصر عشان هذا المشا بيقد دوره كمواطن شريف مشك يا ترى مصر عملت معا ايه عملت معاك بلاشة ثابتوا في امريكا انا الفنان عمر يسري انا هنا في نيويورك من اثنين مارس فطبعا انا معرفش حاجة مع اني رحت واشنطن وعملت الوقفة الاحتجاجية بتاعة سد النهضة ورحنا يعني بباص ورجعنا بباص وكان يوم شاق جدا وصفر خمس ساعات علشان نعمل الوقفة الاحتجاجية ديت فطبعا انا معرفش حاجة هنا هوت يعني الناس اللي هنا هم اللي خدوني وقدوني بركبون الباص وسافرنا وبتاع كده هوت فطبعا انا اكتشفت اول طيارة ما معرفتش انها جت اللي هي يوم ثلاثة ديت وبعدين قالوا فيه طيارة بتاعة يوم ستة فطيارة يوم ستة انا مش عارف مش عارف اروح ازاي قلت طالما بعتوا طيارة الواشنطن اكيد حيبعتوا طيارة النيورك اتاري الموضوع اني اني لأ يعني اني الطيارتين دول طلعين واشنطن بس طب يا جماعة يعني فيه هنا الولايات بعيدة جدا يعني هنا المسافات بعيدة عن بعضها الولايات بعيدة عن بعضها فالمفروض اني يعني يتقال يا جماعة ما فيش طيران حييجي نيورك ما فيش طيران حييجي غير واشنطن بس اتصرفوا وحاولوا تيجوا واشنطن تل دلوقتي السفارة الامريكية بتعلن عن طيارة يوم 22 من القاهرة للندن على طيران اير كايرو السفارة الامريكية بتعلن عن طيارة جديدة بص حضرك إلا الشهامة إلا الشهامة خدها هي داروش إلا الشهامة مصر بتعلن عن السفارة الامريكية بتعلن عن طيارة يوم 22 من القاهرة لندن امريكا قال له بص اعتبرني السابق عايز يا بيبي اعمل لك اي حاجة قال له طب مش هتواجه مشكلة بالناس مواطنين بلدك قال لك يتحرقوا بجاز وسخ مواطنين ايه يا بني دول العبيد بنعمل فيهم انها عايزينه مهم الامريكان والبريطانيين مهم الناس النظيفة دي انا ما بنعملش اي حاجة اهي السفارة الامريكية بتعلن عن رحلة كايروت ولندن يوم 22 ابريل للمواطنين الامريكان اللي عايزين يغادروا مصر يعودوا لهو اللي بيتهم هتقلع يوم 22 على طيران اير كايرو طيب الفنان المخلص الرجل الوطني عمري يسري اللي بقى له اكتر من شهر عايز يرجع حد هيسأل رجل ده وطني مخلص اهو مواطن شريف قالوا له تعالى عشان خاطر مصر راح مفكرش عشان خاطر يهتف لمصر طب يكون لي اي خاطر اكيد وزارة الهجرة مثلا يعني حاولت تعطف عليه بسبب هذا الموقف الوطني صح؟ المفروض المفروض ان بعد ان بعد كده حصل هو النزول والحجر الصحي ال 14 يوم اه والبلبلة اللي حصلت اه علشان اه صندوق تحيا مصر اه يقول اه احنا الناس دي متضررة احنا هننزلهم الحجر الصحي على حساب تحيا مصر افاجئ النهاردة الصبحية ببيان طالع اه يوم 15 اللي هو مبارح اني الناس العلاقين يريت يتواصلوا معنا انا فرحت فلاقيت اه بند اه رقم اثنين اه اه انا استغربته بصراحة بند رقم اثنين بيقول اني اه عليك انك تدفع تذكرت الطيارة طبعا عندي تذكرت العودة بتاعتي فمن الواضح اني اني مثلا تذكرت العودة دي ملهاش اي قيمة انك انها مثلا راحت عليك وكده هوت فلاق خلاص دي راحت يعني ولو اني مفيش كده في الطيران ابدا يعني مجرد ان عندك تذكرت رجوع ممكن تدفع مبلغ رمزي على اساس ان انت ايه هتغير الطيارة لكن انت دافع حق تيكت الرجوع بتاعك يعني فالبيان بيقول انك انت هتدفع تيكت الرجوع وحتدفع اربعتاشر يوم حجر صحي في مرسعالم واني الاربعتاشر يوم الحجر صحي مرسعالم لو انت هتقعد في غرفة مزدوجة يعني انا لوحدي اه ما معيش مدام فيجبولي واحد يقعد معي هلاعرفه ولا يعرفني من خلال الطيارة لو انت قعد في غرفة مزدوجة سبعمائة وخمسين جنيه لليوم الواحد لو انت قعد في غرفة منفردة هتدفع الف وخمسمائة جنيه في اليوم الواحد يعني هما بيكلموني على اساس اني طبعا استحالة اني اقعد مع واحد معرفوش وندخل الحمام ونخرج من الحمام لأسف عمر انا محرج اقولك هتدفع انا هتدفع الناس اللي ما دفعتش دي وقفة وقفة رجالة خلوا النظام عريان عشان كده ما دفعوش الحق ينتزع انتزاعا الناس دي ما دفعتش عشان خاطر وقفوا وقفة رجالة بس عمر طلع يبكي عشان ما معوش حق التذكرة اللي عايزين ياخدوها منه تاني وتمن الحجر الصحي هم مش دريانين او معنا اصح مش حاسين اني شهره ودخلين على اسبوعين عايشين ازاي ومعنا فلوس ولا ما معناش بناكل ونشرب ازاي قاعدين في بيت ولا مش قاعدين في بيت ومع ذلك بيطلبوا مننا مش اقل من خمسة وعشرين الف جنيه والكلمة دي مهمة جدا قبل ما تطلع الطيارة يعني انتو هتدفعوا الفلوس من قبل ما تطلع الطيارة عشان ما يحصلش زي اللي حصل للفجين اللي فاتوا سواء فوج الكويت او فوج امريكا او فوج لندن واربالك فلا الموضوع منتهي هتدفعوا الفلوس هتركبوا الطيارة مش هتدفعوا الفلوس مش هتركبوا الطيارة في غيرنا كتير غيري متعلقين يا جماعة حسوا يعني خمسة وعشرين الف جديد والفلوس اللي دفعناها هنا والحيا اللي عشناها هنا ارجوكوا حسوا بنا يا ريسنا احنا متعلقين رجعنا ده كل اللي انا قدر اقوله في غيرنا كتير غيري متعلقين يا جماعة حسوا يعني خمسة وعشرين الف جديد والفلوس اللي دفعناها هنا والحيا اللي عشناها هنا ارجوكوا حسوا بنا يا ريسنا احنا متعلقين رجعنا ده كل اللي انا قدر اقوله مقدمة قلت حضرتك في مقارنة بين ضحكة وزيرة الرعاية الاجتماعية البريطانية وضحكة العميل الصهيون النجس الذي يحكم البلاد تلك البلاد التي لا يسمح فيها بالاسئلة ستواجه موقفا اليمة البلاد التي لا تلقى فيها او لا يلقى فيها الاسئلة المنطقية ستخرج خارج حسابات الزمن هي اسف الشديد